محمد السعدي رئيس جميعات ما وراء الحدود في إيطاليا من سنة 1988 درس في المغريب في جامعات المحمدية درست في إيطاليا في الجامعات اللغة الدولية في مدينة نابولي كان أعمل في هذا المجال مجال الحجرة منذ سنة 1990 ابتدأت في الشغل في هذا الميدان في مدينة نابولي وأنا حاليا رئيس وطني لهذه الجامعية اللي هي منبطقة عن ثاني نقابة في إيطاليا جمعات ما وراء الحدود كتكلف بالدفاع على حقوق المهاجرين يعني جميع المهاجرين الموجودين في إيطاليا وفي مدينة ليس فقط في المغاربة من حصل الحد المغاربة كانت بناء على رأس السعادة الجمعية كان رئيس مغربي الجمعية موجودة في إيطاليا في جميع المدن الإيطاليا وعندها حتى تنظيم جهوي وتنظيم إقليمي ولها مكاتب في الخارج عدنا مكتب في الدربدة اللي تم فتاح ديالو في 2005 وعدنا مكتب في داكار سينيقال وعدنا مكتب حاليا حتى في تونس هي أكبر جمعية في إيطاليا كتمثل الجاليات الأجنبية في عدة أطور ومؤسسات اللي نقوله مؤسسات حكومية المؤسسات اللي كتفتح المجال لدراسة ونقاش ما هو يتعلق بميدان الهجرة هذه الجمعية عندها حتى مؤسسة كتكلف بحقوق النساء ومؤسسة كتكلف بحقوق الشبع يعني الجيل الثاني أو الجيل الثالث أو الجيل الرابع ما قلت لك يعني جمعية أصبحت يعني أول جمعية ومكاتبنا هي مكاتب مفتوحة أمام أي أجنبي عنده أي مشكل خاص حتى مثلاً بإعطاء المعلومات والإرشادات وبعد الجميع كتستعمل الخدمات داخل النقابة فيما يخص الخدمات التي تكلف بحقوق التقاعد أو الخدمات التي تكلف بدفاع عن حقوق العمال ليس فقط المهاجرين والعمال إنما المهاجرين الإيطاليين بصفة عامة أبتدعت دراسة ديالي في أنا في البرنوسي اللي هو حي من حياء الشعبية لمدينة داربيدة كملت الدراسات ديالي في الحي الحي المحمدي كنا تنعمله سيكسي آنغليس الحي المحمدي ومن بعد التحقت بالدراسات الجامعية ديالي في مدينة محمدية 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 درس سنتين درسنا اللغة والأدب الإنجليزي محمدية 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 في اندرس في إيطاليا وهذا هو ما جعلني أن أرجع للمغريب ونغلق كما تنقوله تسجيل تسجيل داخل جامعة جامعة محمدية والعودة إلى إيطاليا وتسجيل في جامعات لوريانتالة الموجودة فينا محمدية 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 في هذه السنوات كان الطلبة المغربة كان عندهم يوجدوا عراقيل خصوصا بالتحاق بأوروبا يوجدوا عراقيل في هذه السنوات حتى أنهم يتوصلوا كما تنقوله بجوة الصفر له حقم الحقوق كان هذه الحالة كما تنقوله في السنوات بالتمانينات ما يخص الحالة الجماعية كانت حالة يعني غير كما تنقوله غير إيجابية حالة جماعية عندها حتى علاقة بحقوق الطلبة عندها جعلت الكثير من الطلبة رغبوا في الدهر إلى إيطاليا و دراسة بإيطاليا أو بأوروبا بسيطات مجملة بإيطال هذا هو كما تنقوله كما تنقوله تجربتي الشخصية و في حالة جميع الطلبة أو جميع المغاربة التي تحقب في إيطاليا وجدنا صعبات وجدنا صعبات في في البداية كأننا كان الكثير من المغاربة و الكثير من الأجالي لم يكن لديهم رخص الإقابة و أنا كنت من المحظوظين لأنني في 1990 تم كما تنقوله التحاقي بالنقابة للسيسل بإجتماع كبير مع الجاليات الأجنبية طلبوا مني أنني متكلف ب مكتب الهجرة كمتطوع الصادق وهذا مدة هذا التطوع دامت واحد السنة 1990 و من بعدها ثم يعني كما تندماجي داخل أطر نقابة في هذه السنة أعطينا كما تنقوله بدأ عمال هذه 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 الجمية في 1990 وأول جمية منها الصعيد الأقليمي كانت جمية في نابولي الصعيد الوطني الجمية ابتدأت الأشغال ديالها في روما ولكن أول جمية على الصعيد المحلي والإقليمي شفت الحياة ديالها في المدينة نابولي بكل صراحة تمت مساعدة كبيرة من طرف هذه المقضة مساعدة كبيرة و كونها أعطتنا مفتحتنا المجال أننا نحاول هذه المشاكل ديالنا في البداية كان المشكل الهام هو رخصة الإقامة كون النقبة كون هذه الجمية التي تنبط عن هذه النقبة فتحت المجال ل تنظيم الجالية الجالية بسببتنا أعطى فرصة لبعض الأشخاص التي تكون فيهم بعض المكونات أنهم هما يقوموا بتسيير هذا المشروع والأشخاص كانوا هما أفراد من الجالية هذا جعلنا أولا أننا نتكلفه بالمشاكل للجالية أجنبية وكونا حتى احنا ممثلين للجالية وعندنا علم بالمشاكل التي تعيش للجالية جعلنا يعني كأول أعضاء وكأول كما تنقوله رؤساء من الجاليات الأجنبية كيتكلفه بتسيير مكاتب لها أهمية وهذا هذا المجال وهذا المجال وهذا المسألة هذه فتحتنا المجال أننا ندمجوا داخل الجمعية وحتى داخل النقابة عدة عمال أجنب إذن الفرصة كانت مهمة كون النقابة نفسها على عين بأنه فقط ممثلين أجنب يمكن لهم أنهم يسيروا هذا المشروع وحتى أننا كنا في رغبة كبيرة باش نسير هذا المشروع في رغبة كبيرة باش نمثل ونكون ممثلين من طرف أجانب جعل هذا المشروع ينجح الجمعية عندها كما تنقل مؤسسات داخلها وكل مؤسسة فيها ممثل لجالية من الجالية الأجنبية هذا جعلنا أننا نكون لنا عين ونكون قراب المشاكل التي تعيش كل الجالية لأن كل ممثل من الجالية يجيب المشاكل من الجالية ونحاول كمؤسسة وكجمية حل المشاكل حل المشاكل هذه الجالية وهذا خلالنا أننا نكون من الجمعيات التي تحضع أهمية كبيرة وثيقة كبيرة من طرف المؤسسات الحكومية كبيرة أنت نحن لأن المشاكل الذي أصدق عليه لأنه إذا أخذنا من ناحية الشخصية المشاكل الذي أصدق عليه لأن و اشتغلت في مجال الذي كان يضايح بالرغم أن هذا المجال كانت في السابق كطالب في المغرب لم يكن لدينا علم كبير في المجال النقعبي و المجال الجمعوي كوني في 1988-1989 كنت من بين الناس في حاجة لتحسين وضعيات الإقامة كطالب إذن فتح المجال للطلبة و للعمال و للجالية و للعائلات ومساعدة هذا الأشخاص كنت من الناس المحدودين كوني أنني في البداية بغض النظر عن المشكل الشخصي اللي تم تحلوه في هذه الفترة حلية مشاكل لعدة أجانب في تلك المنطقة إذن هذا جعلني أنني كنقول على الأقل أنا من الناس المحدودين لأنني تم فتح مجال عملي داخل نقابة لها أهمية و داخل جمعية لها أهمية و أهم من هذا هو أننا حلينا عدة مشاكل للجاليات الأجنبية من بينها الجالية المغربية و في نفس الوقت تممت الدراسة ديالي داخل الجامعة بنابوليا فيما يخص المستقبل ديالي نقول لك أنه بمأنني أنا حاليا رئيس وطني منذ سنتين كان نبغي أنني نزيد في هذا المشروع و أن هذا المشروع كبر و هذا جعل مني في هذه السنتين أنني نقوم بتنظيم اجتماعات كثيرة في إيطاليا كلها و ذلك من أجل زيادة الانخراطات داخل الجميع و محاولة تمثيل الجاليات الأجنبية و أن يكون حتى للعامل الأجنبي دور أساسي وتمثيلية سياسية داخل نقاط هذا من الأهميات اللي حاليا كانت تنبيه و نتمنى و الله في المثقبة بأنه يساعدنا حتى يكون هذا المشروع دعا توفق بالخير فما يخص الشباب النصيحة اللي يمكن أن نقول له هو أنه يندمج في أي مؤسسة أنا كانت تكلم عن الشباب الأجنبي أو بالخصوص الشباب المغريبي إذا تفتحت لي الفرصة داخل مشروع أو مجال جمعوي أو نقابي أو حزبي يجب أن ندمج داخله لأننا كان نقول بأنه و كان ندون بأنه فقط مشاركة داخل هذه المشاريع داخل هذه المجالات ممكن أننا نغيره حتى الفكرة اللي عند المجتمع الإيطالي فيما يخص اتجاه الفكرة اللي عنده اتجاه الجاليات و اتجاه الجاليات الأجنبية و اتجاه المهاجرين ماشي يهتم فقط بالأعمال اللي هي تانوية بما نقول ولكن يجب على الجيل تاني أن يهتم بكل ما هو يمكنه أن يغير من رؤيته حتى المؤسسات والأطر الحكومية لأنه الاعتمام بالسياسة والاعتمام بالنقابة وبالاعتمام بالعمل الجامعوي كي ممكننا بأننا أن توصلوا لنتائج الجابية اللي كانت تسهل الاندماج ماشي فقط الاندماج دال الجاليات دال الجيل تاني وحتى الاندماج دال العائلة ديره اللي كانت تسهل الاندماج دائم ترجمة نانسي قنقر